يا صوح الوردة والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا النهاردة بقى يا ستة كلها هعملك بقى حاجة تقولي لي بسبوسة هقولك لا تقولي يا رايش هقولك لا هقولك حاجة كده حلويات من الآخر وبتدف بقك دوابان بس في بداية الفيديو كده هوريك بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعضها على القناة ويسيبلك اللينكات كلها في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة هتضغط على نون مرة زر لكلمة المزيدة وده صندوق الوصف بس قبل ما يبدأ الفيديو نسمي الله ونصل على رسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد أفضل خلق أدمين السلام عليكم وحترمي اليوتيوب لايك وشيري وصفة كراءة في لصفة مميزة أتمنى تحطوا لايك الفيديو وإلا ما تشارك تشارك في القناة واتفعلوا زر الكراز علشان كل منازل الفيديو يصلك يشعر به وأتمنى أن تشار الفيديو ده من أصدقائك وعلشان تعمل فائدة للجميع والمناسبة جامعة اللي بيشاهدني من على التيك توك أتمنى ينورني ويشرفني على قناتي على يوتيوب هكون سعيدة جدا بك ويلا بيان مبدأين كده أنا معايا نصف كيلو من الصميد الصميد المتوسط مش ناعم قوي مش خشن قوي طيب أعرف الصميد الحلو واللي مش حلو إزاي الصميد الحلو يا جماعة لما تيجي تمسكي في إيدك كده بتلاقي إيدك مش متعصد يعني مش ميق زي ما أنا وريكي دلوقتي كده هو ده السميد الحلو وما ترفع شوية كده وتعملهم زي ما أنا بعملهم كده مش بتنازل يعني مش بتطلع عفرة زي دي كده هو ده السميد الحلو ومع هنا كوباية من الدقيق الكوباة دي يا جماعة بتعادل 120 جران لحد دلوقتي متفقي ومعي رشة بسيطة جدا من الملح ومعي معلقة صغيرة هرمية من البيكن بودر وقد أقلب الخليط ده كويس قوي لحد ممزج الدقيق بالدقيق السميد للباس بوس في الوقت ده أنا معي كوباة من السمدة مسيحاها للنار السمدة دي يا جماعة مش بردة أو مش سخنة أو يعني مش بتاغلي بس المهم يكون دافية مش بردة خالص معي الكوباة دي بتعادل 200 جرام من السمدة اي سمنا انت حباه سمنا بلاجي سمنا نباتي اللي عندي كست الكل هيبقى كده زي الفل من ايدي وابدا امزج الخليط كويس قوي لحد ما طبعا ايه اعمله زي راملة المبلولة بالظلط بابدا احمله وكبسه كده بايجي كده تحس انه خلاص كده ايه خد كفه من السمدة لازم تبسي كويس قوي شايفين بضغط شوية وكده بيلزق بعضهم يبقى كده خلاص في الوقت ده انا معي كوباة من المية السخنة لازم المية هيست الكل تكون سخنة بس من السخنة بتغلي سخنة يعني شوية مش سخنة بتغلي قبل ما انا احط المية معي ماء الظهر او مية الورد اللي عندك او لو ما عندكش مفش ايه مشكلة خلاص مش لازم انا احط حوالي معلقتين من ماء الظهر وده اختياري وابدأ انزل بالمية في الاول هنزل بكوباة لربع من المية وبعد كده سيب ربع كوباة للاخره هنوعزها برضو تاني وابدأ عاجل اهم حاجة ما تعجينيش كتير احنا بنحاول نلم بس اول ما نجي نحط المية بنحاول نلم بعد ما عاجل انتهى كويس شايفين هي طريقة ده طبعا كلكم عارفين اللي جي السميب بتاع البسبوسة بيشرب المية فانا هسيبها حوالي من نص ساعة لساعة علشان طبعا حبات السميب بتاع البسبوسة تشرب المية تماما شايفين هي دلوقات شطرية هي وارجعلكو كمان ساعة وارجعلكو اديه جمد التاني هاغطيها كويس قوي واركنها لمدة ساعة ونروح للعجوة بتاعتنا طبعا كمية العجوة جي سيتك كل براحتك انا معي ربعمية جرام من العجوة ومش استخدمهم كلهم انا استخدمت حولي بس ربع كيلو ومعي معلقتهم كبار من السمسم المتحمص وده اختياري لو انت حبه ماشي مش حبه يستك كله مفيش اي مشكلة خالص ومعي حوالي ثلاث معالق من السمنا مسايحهم على النار لازم يكونوا سخنين عشان يفكك العجوة معاك بسهولة وتبدا يتاجيني العجوة كويس اوي ومعي معلقة كبيرة من مية الزهر او ماء الورد لو انت حبه مش حبه مش مشكلة خالص وبعد معجنت العجوة كويس اوي شايفين بقترية معاي ازاي فلازم عشان كده بقولك السمنا تكون سخنة علشان تفكك العجوة معاك بسهولة لان العجوة دلوقتي بتبقى ناشفة جدا بعد كده بعملها الرولات زي ما انت شايفة كده طبعا كمية العجوة يستك كلها على حسب انت حبه ايه حبه عجوة كتير تقترية حبه حاجة بسيطة تقليل ينفيش مشكلة خالصة ان الدنيا يا جماعة الدنيا جميلة مش محتاجة تعيد خالص وبعد ما رلت كل العجوة اللي عندي ده كان شكله ونروح للشربات بتاعنا معاي كوباية من السكر بتاعدل 200 جرم ومعاي كوباية وربع من المية بيعادل 250 جرم ومعاي نص سلمونة وابدأ احصرها ونرفع الكلام ده اللي على النار هياخد يغلي حوالي ربع ساعة لازم الشربات يستك كله يكون بارد يعني الشربات يكون بارد والمغبوزات بتاعتنا تكون ايه سخنة مولعة علشان تسقيها من الاول ما تطلع من الفرن وتشرب على طول نرجع للعجينة بعد ما مرة عليها ساعة شايفين العجينة نشفت ازاي بدأت انها ننزل بربع كوباية من المية فاكرينه وعكون ننسيته اللي احنا ركنينه بالأول هنزل بربع كوباية من المية وابدأ عجينها عجنة كمان عشان تطرى معي علشان اعرف اشكلها بعد كده هقسم العجينة على ثلاث اجزاء وابدأ افرت العجينة وحط العجوة في قلبها هنبدأ نتكلم على خبز المغبوزات دي بالمناسبة يا جماعة ده تقريبا اسمه المقاروض الليبي يعني نفس المقاروض دي كده بيسمون المقاروض الليبي طبعا ببعنه بطرق يعني طرق مختلفة يعني مش كل طرق شكل بعضها بس طبعا هنا في مصر مش بنعرف خالص المقاروض الليبي دي علشان كده انا قلت انه هو مثلا ممكن يكون بزبوزة ممكن يكون قرائيش علشان اخوانا الليبي ما يزعلوش يا سيدي كل ما تزعلش انا محبتش اقولي الكلام ده علشان طبعا برضو هنا ما يعرفش الاسم ده خالص بس فعلا هي حاجة جميلة جدا وطعمها فوق الوصف وابدأ قطع هزا ما انت شافة كده كل اسبعين كده يعني هيئس كل اسبعين واقطع طيب بنتخبز على درجة حرارة كامل بتخبز على درجة حرارة متوسطة 200 هتسخاني الفرن قبلها بعشر دقايق طيب درجة حرارة المتين دي يعني انا مش عارفة يعني عالية ولا هادية اللي ما عندوش دايمر يا جماعة نار متوسطة يعني مش عالية اوي ومش هادية اوي هتاخد معاك في الفرن بالزبط يا ست كل حوالي خمسة واربعين دي اياه تحطشها في الشبكة اللي في النص وكل ربع ساعة كده هتبداي الدائرة الصينية علشان ياخد لهم واحد معاك بالمناسبة يا جماعة انا ما شغلتش الشوايا خالص اي هو الفرن بس سيبيها لما تحمرها كويس معاك كده وما تعليش الفرن اكتر من كده خليها على درجة حرارة متوسطة علشان تستوي معاك كويس طبعا انا مش انتهنا الصينية اي حاجة خالص هابت اهرصوهم كلهم زي ما انت شايف كده وادخلهم على الفرن على طول من غير التخمير طبعا هم مش يخمروا الحاجة علشان ما مفوش خميرة وبعد ما طلع هاسقيه على طول بالشربات البارد لازم يكون الشربات بارد والمغبوزات سخنة شايفين بتشرب ازاي؟ انا شايف ان اللي كبهات سكر كفاءة قوي علشان طبعا هو فيه عجوة علشان ما بقاش مسكر بزيادة معاك وبعد ما بتسقيه كده بتبداي تيلي بيه على الوجه التاني علشان طبعا فيه شربات في ارضية الصينية تبداي تيلي بيه علشان اي شرب من همه التاني شايفين انا بقليب كله هو كمية دي شربتها كلها يعني ماء الصينية اللي مفيش خالص فيها شربات واتسيبيه في الصينية لحد ما يبرد تماما بعد ما علبته كده وشرب ببدأ رجعه تاني زي ما هو شايفين الأغرية بتاعتها عاملة زي ما شاء الله عليها تح فتح فتح ولازم تسيبيه في الصينية لحد ما تبرد تماما علشان تشرب كل شربات اللي في الصينية ما تشلهاش قبل ما تبرد قطح تفضي بيه في علبة التلاجة محكمة وتقفليه برا التلاجة جوه التلاجة نفيش مشكلة نحن دلوقتي الدنيا سقع يعني برد مش مشكلة انت شبتي برا التلاجة حابة بقى ترشي رشة سمسم على الوش رشة فزق اللي انت حابة يستدقل شايفين ما شاء الله عليها عاملة زي تحفة انا رشت رشت فزق كده على الوش على حسب اختياري انت حابة ترشي ايه شايفين شايفين كده بتدفوا البقى دوابين واسبك في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته